العقبات التي تواجه حكومة الرئيس رجب طيب أردغان في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي كثيرة ومن أبرزها انتهاكات حقوق الإنسان البرلمان الأوروبي اشترط على أنقرة احترام هذه الحقوق وأطلق صراح السجناء السياسيين لكي يتمكن من تطوير العلاقات بين الطرفين من بين السجناء السياسيين الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرداش الذي قالت عضو المفضوذية الأوروبية هيلين دالي أنه يتعرض لمعاملة سيئة وطالبت بإطلاق سراحه وهو محتجز منذ عام 2016 فورا ودون شروط البرلمان الأوروبي استبق بهذا الموقف اللقاء بين منسق السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل ووزير الخارجية التركية جويش أغلو في بروكسل لكي تتحول قضايا حقوق الإنسان إلى فصل جديد من فصول الأزمات بين الطرفين الفصول الأخرى ليست أقل تعقيدا فبرغم أن جويش أغلو أظهر الحرص على الإيجابية إلا أن بروكسل ما تزال تنتظر أن يتحقق تقدم فعلي في المحادثات بين أنقرة وأثنى بشأن التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط وهذه المحادثات تتعثر من الأساس لأن أنقرة تريد أن تحصل على تنازلات تسمح بتوسيع حقوقها البحرية على حساب قبرص واليونان وهو ما ليس من المرجح أن يسمح به البلدان سجل أنقرة لحقوق الإنسان يشمل عدة آلاف من معتقل الرأي وبينهم سياسيون معارضون وصحفيون وأدباء رئيس حزب المستقبل أحمد داود أغلو طالب أردوغان باتخاذ موقف علني يجب العنفة ضد السياسيين والصحفيين في البلاد على خلفية هجومين جديدين تعرض فيهما مسؤول في حزب معارض وصحفي في جريدة معارضة لاعتداءات جسدية في أنقرة ولو أصبحت حقوق الإنسان شرطاً أوروبياً حقيقياً لتحسين العلاقات مع أنقرة فإن الواقع القائم من وجهة نظر البعض يقول إنها لن تتحسن في ظل الحكومة التركية الحالية ترجمة نانسي قنقر